قبل يوم واحد من انتهاء تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية قرر مجلس الأمن استمرار الآلية المعمول بها لتسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى التركي لمدة عام القرار جاء بتوافق روسي أمريكي نادر حيث كانت روسيا اقترحت تمديد عمل معبر باب الهوى بشمال سوريا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة وهو ما تماشى مع اقتراح تقدمت به دول غربية في وقت سابق ينص على تمديد عمل معبر باب الهوى ومعبر الياروبية على الحدود مع العراق إلا أن قرار مجلس الأمن استثنى الأخير يذكر أن الآلية تم استحداثها في عام 2014 حيث تم نقل المساعدات عبر أربعة معابر قبل أن يتم إغلاق ثلاثة منها في السنوات اللاحقة وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها من جانبه أكد منذوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ رفض بلاده لهذه الآلية وصفا إياها بالمسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادتها وللعيوب التي شابت عملها والفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلا الإرهابيين على حد تعبيره ومن المقرر أن يصدر تقرير من الأمين العامل الأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش خلال ستة أشهر بشأن شفافية عملية الإغاثة والتقدم في توصيل المساعدات على خطوط الصراع داخل سوريا كما أرادت روسيا اشتركوا في القناة